اشتركوا في القنابل نريد وطن نريد حق نريد ابسط حقوق من حقوق الشعوب الاخرى اليوم غضب عاملينه في الضفة الغربية على اعتداءات اليهود المتكررة ومناسبة استشهاد العسير سامي عبد ياك رحمة الله عليه وعلى كل الاسرة وكانت الفصال الفلسطينية قد دعت ليوم غضب شامل استنكارا للقرار الامريكي باعتبار المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية لا تتنافى والقوانين الدولية الامر الذي فهم قضوء اخضر لاسرائيل لمصادرة مزيد من الارض وبناء المستوطنات يوم الغضب كان بقرار رسمي ايضا بعد ان اغلقت المدارس والمؤسسات الحكومية التي شارك رئيسها شخصيا في التظاهرات نحن نريد انهاء الاحتلال نحن نريد حق العودة لشعبنا نحن نريد دولتنا على ارضنا ولذلك هؤلاء الغرباء المستوطنين واللجايين على بلادنا لا مكان لهم في هذا المكان بأي شكل من الاشكال جيش الاحتلال هو ان استعمل القنابل الغازية والرصاص المطاطي بكثافة الا انه عمل على احتواء غضب الفلسطينيين بعدم استخدام الذخيرة الحية وعدم استهداف المناطق العلوية من الجسم ما منع وقوع ضحايا مع ان اسباب الغضب كثيرة الا ان الاستيطان الاسرائيلي كانت دافع هذا اليوم مواجهات في معظم مدن الضفة الغربية حاول الاحتلال الاسرائيلي احتوائها وتهدد الفصائل الفلسطينية بتصعيدها عبدالحفيظ جعوان العربية لراضي الفلسطينية